قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بادر عبدالعاطي إن مصر تحث كافة أطراف الصراع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل لسياسة الإغتيالات السياسية تستمر مصر في حثها لكافة أطراف الصراع والنزاع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق منطقتنا إلى حرب إقليمية شاملة سبق أن عبرت مصر كما تعلمون وهو ما نقلته لمعالي الوزير على إدانتنا ورفضنا الكامل لسياسة الإغتيالات السياسية وسياسة الإغتيالات بشكل عام وأيضا الرفض الكامل وإدانة استهداف الدول وسيادتها ونؤكد مرة أخرى لأنه مثل هذه السياسات التصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من العنف والعنف المضاد وسفك دماء الأبرياء في المنطقة التي أصبحت عرضة لمزيد من هذه الصراعات وبما قد يؤدي إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة خاصة إذا كان هناك سوء في الحسابات وخطأ في الحسابات بما يؤدي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بل ويهدد الأمن والسلم الدوليين ترجمة نانسي قنقر